اشتركوا في القناة 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 هي بس مجرد انه انا بدي هذا البني ادم بدي اشوف اخرتها معا لانه بالبداية هذا البني ادم كان يكتب لبعض الاشخاص ويمكن انتبهوا عليه انه كان يكتب ما تردوش عليهم هذول كذابين هذول دجالين هذول مشعوذين هذول كلهم نصابين اللي بشتغلوا في الفلك ويرجع يسألني عن الابراج يعني كل فترة غلب مخي في التناقض تبعه هذا التناقض اللي موجود عنده يعني خليط غريب عجيب مش موجود في الحمل فانا حبيت اني انا اوضحلكوا ايش السبب اللي انا شرحت للحمل بالطريقة هاي واثنين انا قلت في اخر التوقعات لو لاحظتوا قلت ممتاز اني انا شرحت بهالطريقة هيك الحمل استفادوا درس جديد انه كيف انا بشرح هاي التوقعات بس فلا تزعلوا مني ولا تعاتبوني انتوا كلكوا احبابي وكلكوا اصدقائي وبافتخر فيكم وكلكم وبعرف انه يعني هاي الشغلات بتيجي من قلة قليلة موجودة وانا متأكد تماما زي ما انتم متأكدين تماما انه هدولا لا جايين بدهم يسمعوا ابراج ولا بدهم يعرفوا ابراج هدولا جايين بس بدهم يحطوا هالدسك لايك ويرموا لهم كلمة يشوف مين بتجاوب عليها اما مين بدي يغلط علي او مين بدي يشكك فيه او مين قلبه مليان علي عشان يستدرجوه اللي صير من خلاله حوار انا جهزت الاسبام عندي على اليوتيوب يعني اليوتيوب ما شاء الله عاملين شغلات جديدة حلوة انه انت بتقول له مثلا هاي الكلمة اسبام مين ما رفض هاي الكلمة على طول خط هو باخده بحذفه بعمله حضر لحاله بشيل تعليقه لحاله بدون ما اتعب بدون ما اشوف بدون ما اعرف شو اللي انكتب فهسا جهزت هاي التعليقات لحالها وهي بتروح لحالها عشان لا اوجع راسي وفي نفس اللحظة عشان انتو ما توجع راسكو لا في القراءة ولا في الرد على الناس اللي زي هيك واذا فلت تعليق تعليقين يا الله بعيننا الله منقرأ هنا ومنشوف شو اللي عندهم ومنعرف كيف نرد عليهم بتمنى انه ما حدا يزعل مني يعني ما حدا منكو يزعل باعتذر كمان مرة وخلص ما رح اجي فيكو يا حمل خلص براح بدور لي على برج ثاني اعصب عليه اللي نروح على التوقعات اليومية بلاش انه نطول كثير طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت خمسة وعشرين اربعة القمر موجود في الثور ورح ينتقل للجوزاء الليلة طبعا رح يكون على الحالتين هو في منزلة الهقعة هي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة وما بتمفع الا للاشياء مثل استخراج السموم او الاعمال الاسحار الاشياء اللي بتكون ضر ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد بهاي المنزلة بالنسبة للزاوية الاولى اللي رح تتشكل خلال هذ النهار زاوية تتليث ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون فيه تمام ساعة تسعة وستة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون فيه تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد منتصف الليل منهتم بشكل كبير بمشاكلنا ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلوة المسار فخلوة المسار يعني بصير الساعة 12 و42 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 17 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار بعد ما ينتهي خلوة المسار الساعة 17 و19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بكون القمر استقر في برج الجوزاء ولما يدخل على برج الجوزاء بيأثر علينا كلنا في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام الى عضوية نادي اما بالنسبة الى الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين عطارد وبلوتو رح تكون الساعة سبعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية من الزوايا البطيئة اللي بتستمرت قرابة العشر ايام هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة وللهم والشعور بالذنب وبيزيد العناد عنا وبسبب نزاعات شديدة مع محيطك وازمات قلبية بسبب العصبية او التوتر او الاشياء يعني في عرضه اشخاص كثير ان يصير معهم ازمات قلبية فعشان هيك بتكون تنتبهوا من حدية العصبية اللي ممكن تصير في حوادث بتصير برضو بتنتج عن اشياء لها علاقة بالنار فحاولوا الاشخاص اللي بيشتغلوا في اعمال فيها نار او الستات اللي في البيوت انها تكون حذرة بتدل على انتقاد الصحافة دوليا بتدل على انتقاد الصحافة للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة اشي الاعلاقة بالجريمة الاعلاقة بالحوادث بالعنف بالعدوان باشياء من هذا القبيل وبتم الكشف عن معلومات مخابرتية او مؤامرة سياسية كانت تحاك في الخفاء عن اي مسألة الان وهناك احتمال وقوع زلازل او حرائق في هاي الفترة طبعا الزاوية بما انه الها اسبوع تتشكل ورح تستمر عشر ايام فالفترة هاي كلها بيكون فيها قابلية لحدوث زلازل وحرائق اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية هيك القمر بيكون صار بالجوزاء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم سبعة وعشرين اربعة رح يكون في تمام الساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر لا برج السرطان عمر القمر القمر الجديد الهلال ثلاث ايام في تمام الساعة اربعة وسبعة وعشرين دقيقة فجرا بيصير اربعة ايام نسبة الاضاءة خمسة في المية من خمسة لسبعة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة مزاجها ممتزج القمر في الثور وفي الجوزاء رح يظل في الجوزاء لغاية يوم سبعة وعشرين اربعة مزاجه سعيد عطارد في الحمل حتى يوم سبع وعشرين اربعة مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثت عشر خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة خمسة ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتم في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ابلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيدكم ممكن تعالج استحقاق مالي وزيادة في المصاريف وصرف الأموال حتى ساعات الصباح في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالتنقلات أو الدراسة أو الاتصالات يوم مناسب للتحرك والحركة وإنجاز كثير من المهام بيكون عندك نوع من أنواع التعامل يا مع أخ يا مع جار طبعا القمر راح يتنقل ما بين البرج بيتك الثاني وبيتك الثالث فعشان هيك مثل ما حكينا في التوقعات أما على البيت الأول فالأمور إيجابية بتدعمك بشكل قوي جدا على المستوى النفسي فعشان هيك بصير فيه نوع من أنواع التحسينات على مزاجك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الرابع أو بيت البيت شوي بيكون فيه بعض الأمور اللي ممكن بعضها يكون مربك ممكن بعض العطال أو الاهتمامات أو النشاطات المنزلية أو بعض الحدية في بعض الأشياء اللي ممكن تكون ناتجة عن أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف البيت الخامس جيد يعني شوي بيعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي أو الأمور العاطفية عندك بتكون برضو بشكل ممتاز ممكن يصير فيه نوع من أنواع التحسن على مزاجك أو إشي يستثير عواطفك ممكن أنه بعضك يهتم فيه شؤون بتتعلق في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على المستوى العملي فعندك نشاط عالي جدا فممكن تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار ولكن بدك تحذر من التعب الصحي اللي ممكن يرافق هذا البيت أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن برضو منحي روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بيت الشراك المالي والعاطفية وبين الأموال المشتركة متشابهين يعني خاليات من أي تأثيرات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد لأمور الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأمور الفلسفية أو الدينية أو ممكن نقاشات أو ممكن أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو روتيني ما فيه أي شيء لا جديد لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعامل على بيت السمعة على حسب طبيعتك وبتنجز أعمالك بالطريقة اللي أنت متكيف عليها أو بطريقة تفكيرك أو مجال عملك أما بالنسبة للبيت 11 فهو بعطي نوع من أنواع الحدية بالتعامل أو بتصرف أحد الأصدقاء اللي ممكن أنه يستفزك أو أنه ممكن يتصرف شيء يذيقك أو ممكن تقلق بشأن أحد الأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو ضاغط جدا عشان لهيك اليوم نقولك ما تتعب حالك كثير يعني بإنجاز الأعمال إنجز العمل الضروري راقب تغذيتك وراحتك وخد قسط كافي من الراحة برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط طبعا القمر ببيتكم الأول ورح ينتقل للبيت الثاني فعشان هيك أول إشي بنحكي عن النفسية وممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الصباح بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن يكون بعض الأمور الإيجابية برضو بالنسبة للبيت الثالث بتنشطوا بالاتصالات وممكن يكون فيه زيارات أو ممكن تهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة معينة أما وبرضو بدعمك على مستوى الدراسة والإتصالات الكثيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع روتيني يعني البيت الرابع بيت العائلة أو بيت البيت فبتتعامل عليه بشكل روتيني بالنسبة لبيتك الخامس برضو العاطفة روتيني ما فيه أي تأثيرات للكواكب عليه فعشان هيك بتتعامل في البيتين هدولة على طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فهو شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية في إنجاز بعض الأعمال بتقدر تنجز بعض الأعمال اليوم باهتمام ومنكه رح يهتم بأمور صحية مثل برنامج غذائي أو فيتامينات أو مكملات أو أشياء اللي تعينوا مثلا على هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع هو روتيني ولكن في ساعات الظهر ممكن يصير فيه حدية ما بينك وبين الشريك شريك المال أو شريك العاطفة بتنتج عنها بعض المشاحنات أو المشادات الكلامية حاول إنك تتجاوزها بتمشي أمورك بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايفه جيد فعشان هيك يصير فيه عندك نوع من أنواع الاهتمام المضاعف على الأمور المالية إما في تحصيل بعض الأموال اللي بتخصك أو الديون أو ممكن الإجتهاد بفوترة أو بحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وهي بتعدعمك بقوة وبتدعم من علاقاتك بدرجة ممتازة جدا في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو أشياء إلى علاقة بمؤسسات تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو فارغ تماما ما فيه أي تأثيرات فعشان هيك بتتعامل بالموضوع بشكل روتيني بدون إيجابيات أو سلبيات أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور ضاغطة على بيت العلاقات والأصدقاء مما بتسبب لك بعض المشاحنات أو ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنت تعصب أو تزعل من تصرف أحد المعارف أو الأصدقاء وفي منكم ممكن يقلق أو يسمع خبر عن أحد الأصدقاء اتعرض لمشكلة معينة فهذا إشي يزعجه أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب ضاغط برضو فعشان هيك منقول لك حاول أنك تراقب حالك بشكل جيد راقب غذائك راقب راحتك وما تجهد حالك كثير وفي منكم ممكن يقلق بشأن صحة أحد الأحبة أو الأقارب برج الجوزاء يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم السبب أن القمر بظل موجود في بيت متاعبكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل في نوع من أنواع على الضغط وبتحس أنه ما عندك طاقة وبرضو نفسيتك مش مرتاحة حتى ساعات الصباح بعدين بيصير عندك ثقة بنفسك عالية جدا وبيعمك النشاط بتقدر تبادر بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي يعني القمر بيدعمك بفترة أو بوعدك بفترة استثنائية ممكن من خلالها أنت تنجز كثير من الأمور الإيجابية وهذا بدعم بيتك الثاني إذا استغلت الحركة هاي ممكن تحصل بعض الأموال أو يجيك أشياء مالية أو استردادات مالية أو بعض المساعدات المالية اللي ممكن تدخل تحسين أو تعديل على ميزانيتك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات وبرضو على مستوى النقاشات والبحث والإقناع فهي قوية جدا حتى على مستوى الدراسة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى البيت فبتتعامل على طبيعتك على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأمور العاطفية يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية بتصنع نوع من أنواع التقارب أو العطف أو الشغف بأنك تتواصل مع الحبيب حاول قدر الإمكان أنك تستغله بالتقارب والتصالح بدون إثارة المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل ممكن اليوم تهتم في مسائل عملية أو بعض الملفات أو أشياء بتفتح لك مجال عملي جديد وفي منكو ممكن يهتم في شؤون صحية أو أدوية أو مراجعة طبية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي بدعمك بقوة اليوم لدرجة أنه اليوم ممكن تعمل نوع من أنواعيك وخصوصا من ساعات الصباح ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك وتعالجه مسألة معينة أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن برضو بدعمك على المستوى المالي فعشان هيك يا بتحصلوا ديون يا إما بتسترد أموال بتعود لك أو بتبحث أنت في دفاترك القديمة على أشخاص أنت ساعدتم أو دعمتهم أو بتطلب مساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يسمع خبر عن من برة شوي يكون فيه نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أو يزعجك شوي ولكن إجمالا هو جيد وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أو شؤون تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة ضاغط شوي فعشان هيك من يقول لك حاول أنك تحافظ على سمعتك بدون أي مغامرات أو مجازفات خلال هذا النهار على أساس أن الأمور مش لصالحك فلا تخالف القوانين ولا تدخل بأي شيء ممكن يسبب لك أي خلاف مع المحيط تاعك أو يشوي السمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى العلاقات والأصدقاء وهذا ممكن يسبب لك نوع من أنواع الحدية في التصرف مع أحد الأصدقاء أو تهرب من التواصل معهم وفي منكم ممكن يبدأ يعني نقاش حاد جدا أو يسمع خبر عن صديق شوي يكون مزعج أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف البيت 12 برضو فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك من يقول لك برضو ما ترهق حالك كثير حاول تنجز العمال الضرورية وتأخذ قسط كافية من الراحة وراقب شؤونك الصحية برج السرطان طبعا بيظل النشاط ما بينكم ما بين علاقاتكم وأصدقائكم واتصالاتكم فيهم والتعاون معهم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو بطلباته طبعا هذا الحكي رح يظل مستمر لغاية الصباح من ساعات الصباح بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون الإهمال صحتكم لأن القمر بصير موجود في بيت المتاعب عندكم فعشان هيكي منلاقي أن القمر اليوم رح يتناقل ما بين بيتك 11 وبيتك 12 أما بالنسبة لبيتك الأول فمنلاقي أنه نفسيتك من ساعات الصباح ببلش عندك نوع من أنواع الضغط فعشان هيكي بصير في نوع من أنواع التقلب في مزاجك خلال هذا النهر أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الأمور المالية مش كثير ولكنه في البعض من موليد برج سرطان ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتيجي يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات وعن مستوى النشاط الفكري والنقاشات وحتى على مستوى التنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت بعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم في بعض النشاطات البيتية أو بعض التصليحات والترميمات والجمعة العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني ما فيه اي شيء على المستوى العاطفي لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس هو بركز على الاعمال فعشان هيك منلاقي انه من الاعمال اليوم في منها مربك وفي منها مرهق وفي منها ممكن يكون يعني تنجز الاشياء الضروري وتتجنب الاشياء الكثير من الاعمال وفي منك رح يهتم بوضع صحي اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي برضو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن برضو نفس الشيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع ضاغط جدا على مستوى اي شيء العلاقة بالعالم الخارجي يعني باتصالات خارجية تواصل مع اشخاص خارج البلاد امور امتحنات مؤسسات تعليمية اشياء لها علاقة بالاوراق القانونية كلها بكون فيها اشياء سلبية وضاغطة وفي منكم ممكن يسمع خبر من بعيد شوي يكون مزعج اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور برضو ضاغطة على بيت السمعة فعشان هيك منقولك اليوم بحاول انك لا اتجازف ولا تغامر ولا تعمل اي شيء ممكن انه شوه سمعتك اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات مرج الاسد يوم مناسب للي يعني بحاول انه ينجز بعض الاعمال او بيرغب في ادخال تعديل على اعماله بوسعكو اثبات جذارتكو للمسؤولين من ساعات الصباح بتسعدوا في لقاء او الاتصالات ما بينكو بين الاصدقاء في منها تفقدية وممكن يفاجأك احد الاصدقاء بتصرفاته او بطلباته فالقمر بتنقل ما بين بيتك العاشر وبيتك احداش اما بالنسبة لبيتك الاول فمنلاقي اليوم برضو نفسيتك فيها نوع من انواع التقلب هي مستقرة روتينية ما في اي شيء ايجابي ولكن انه في ساعات الظهر ممكن يصير اي شيء ممكن يزعجك او انه يلب مزاجك اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد شيئا ما لغاية ساعات الصباح في امور تحصيل الاموال او الفرص اللي ممكن من خلالها اما تسترد اموال او نوع من انواع الهدايا والهبات ولكن من بعد ساعات الظهر بصير الجو روتيني اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني التنقلات والنقاشات والامور اللي لها علاقة بالندوات او تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فهو يعني على مستوى البيت في لقاءة ايجابية واجواء ايجابية وفي منكم ممكن يهتم بامور الها علاقة بالترتيبات او الصياني او بعض المهام البيتي اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس بدعمك على مستوى الاعمال فاليوم تقدر تنجز بعض الاعمال المهمة وفي منكم ممكن ينشغل في امور صحية مثل ادوية فيتامينات مكملات اي اشياء لها علاقة بالحفاظ على الصحة اما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراك المالية والعاطفية فممكن يسبب بعض التوترات او الخلاف او ردات الفعل العصبية السريعة اما بالنسبة للبيت الثامن فبيشكل نوع من انواع العبء او الضغوطات المالية بالمصاريف او الدفعات او بعض الاهتمامات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات يعني اتصالات مع الخارج او اتصالات مع تواصل مع اشخاص خارج البلاد او اهتمام بامور العلاقة بامتحانات او مؤسسات تعليمية او اوراق قانونية اما بالنسبة لبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات وبالنسبة لبيتك 12 جيد على مستوى بيت المتاعب ولكن انا بقولك حاول انك تستغل للفترة هاي في انجاز كثير من المهام على اساس انه بما انه الجو ايجابي قبل ما يوصل القمر لسرطان فممكن يضغطك ويسبب لك بعض المشاكل الكثيرة فانت حاول تطلع من الضغوطات هاي وانك انت تجهز كل اعمالك الايجابية اتحاول انك تستغلها وتنجزها قبل ما توصل لفترة الضغط مرج العدراء طبعا بيظل النشاط بالاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام بامور او قضايا العلاقة بالاتصالات والتنقلات والسفر وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبائكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير الوقت مناسب للي بيرغب بتعديل او ادخال تعديلات على عمله او التعاون مع زملاء او رؤساء عمله وبوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين هذا بيت السمعة وبرضو بدعم سمعتكم اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه جيد نفسيتك احسن في نوع من انواع الراحة وبالعكس عندك الجراءة لاثبات ذاتك واصدار القرارات الحاسمة خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت الثاني فانا شايفه برضو جيد بيجيب فرص مالية او بفتح لك بعض الاشياء اللي ممكن انه تجيب لك عائد مالي خلال هذا النهار وفرص متاحة لبعض التعديلات او المشتريات المالية اما بالنسبة لبيت الثالث فبدعمك على مستوى الاتصالات والتنقلات وبرضو على مستوى النقاشات والتسويق والتعامل مع اخ او جار كلها هاي بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع فهو يعني مش روتيني في شوية ايجابية ولكن في ساعات الصباح بدك تدير بالك من حدية او من موقف ممكن يستفزك او يعصبك او ممكن يكون اهتمام او عطل منزلي او شيء بتعلق في العقارات اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس بنقولك يعني بدك تنتبه شوي على بعض الاعمال اللي ممكن تكون مرهقة او يكون في من وراها بدها شوي التركيز عشان ما يصرش فيها اخطاء وبرضه بدك تراقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع لغاية ساعات الصباح ايجابي بيدعمك بشكل قوي ولكن من بعد ساعات الصباح بصير فيه نوع من انواع الضغوط حاول انك تمسك اعصابك وما تحتد ولا تعصب ولا يعني تجعل نوع من الخلاف انه يصير ما بينك وبين شريكك بالمال او العاطفة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف فيه ضغط بالمصاريف المشتركة فممكن هذا يسبب لك نوع من انواع المصاريف الزيادة او المطالبات المالية او بعض الامور اللي بتتطلب عليك اما لمحكمة او بعض القروض او الديون اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد زي ما ذكرنا في بداية التوقعات والبيت العاشر نفس الشيء برضو ايجابي اما بالنسبة للبيت 11 فانا شايف انه فيه نوع من انواع الضغط مع احد الاصدقاء او المعارف ممكن يسبب لك نوع من انواع الحدية بالطباع او ردات الفعل العصبية وفيه منكم ممكن يسمع خبر مزعج بتعلق في احد الاصدقاء او احد المقربين اما بالنسبة للبيت المتاعب برضو منقول لك دير بالك على صحتك حاول انك تنجز الاعمال الضرورية وما ترهق حالك اراقب غذائك برضو اراحتك مرج الميزان تم فرصة لمكسب مالي بقلو صلة بشراكي او تعويض صحتكم او صحت قريب لكم بحاجة للرعاية هذا كله لغاية ساعات الصباح بيكون من ساعات الصباح بصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة او بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم يعني تقريبا منقدر نحكي احنا لغاية الصباح في نوع من انواع الضغوط البسيطة ولكن بعد ساعات الصباح الامور بتصير ايجابية وبتدعمكم بقوة كبيرة اما بالنسبة لبيت الاول فانا شايف بما انه الاغلب ايجابي معناته هذا يوم ايجابي بالكامل نفسيتكم احسن ومرتاحين وبالعكس في نوع من انواع الحيوية موجودة عندكم اما بالنسبة لبيت الثاني فهو بدعمكم على مستوى الوضع المالي فمنكم ممكن يحصل بعض الاموال اما من عمل اضافي او مستردات مالية او اشياء الها علاقة بالهبات والمساعدات البيت الثالث بدعمك على مستوى الاتصالات والتواصل مع اشخاص او ممكن المشتريات او التسويق او الامور اللي الها علاقة بالنقاشات او تعامل مع اخ اوجر اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد برضو على مستوى البيت يعني بتلاقي انه فيه نوع من انواع السيطرة الامور ماشي بشكل ايجابي وفيه نوع من انواع الحيوية في داخل البيت فيه نوع من انواع التقارب بينك وبين احد افراد العائلة او ممكن يكون فيه خبر ايجابي بعض الاهتمامات المنزلية او بعض الانجازات المنزلية بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس ففيه نوع من انواع الضغط على المستوى العاطفي وهذا بسبب لك نوع من انواع الانزعاج اللي بتأثناء تعاملك مع الحبيب حاول تعمل نوع من انواع التقارب وما تخلي السلبية تسيطر عليك اما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى الاتصالات وعلى مستوى انجاز كثير من المهام والاعمال اللي بتتعلق في العمل او اتصالات بتتعلق في العمل وفيه منكم ممكن يهتم بشؤون صحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي جيد فعشان هيك بتقدر تستفيد اليوم بالتقارب ما بينك وبين شريكك او نوع من انواع المصالحة وخصوصا من ساعات الصباح اما بالنسبة للبيت الثامن فهو يعني البيت اللي موجود فيه القمر وراح يكون فيه نوع من انواع الحدية بالنسبة للبيت التاسع كما ذكرنا في بداية التوقعات ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العلاقات والاعمال من ضمن مؤسسات كبيرة فمنكم ممكن يحصل على عمل جديد او بالتزامن او التعامل ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل ممكن تنجز بعض الاعمال اما بالنسبة لبيتك 11 ففيه نوع من انواع الضغط بينك وبين احد الاصدقاء اللي ممكن انه يكون فيه نوع من انواع الحدية او التوتر في العلاقة او ممكن يكون فيه بعض الخلافات اللي ممكن انها تزعجك وفيه منكم ممكن يسمع خبر عن احد المعارف وشوي يكون مزعج اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فبدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار لدرجة انه بتقدر تنجز كثير من المهام وفيه منكم رح يهتم بشؤون صحية وبرضو الاهتمام بالراحة هذا مهم خلال هذا اليوم برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم من ساعات الصباح بتتغير الاوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض او اهتمام في امور بنكية او تعاملات ممكن تكون شوي لها علاقة بالوضع المالي صحتكم او صحت قريب بتكون بحاجة للرعاية طبعا القمر رح يتنقل ما بين بيتك السابع وبيتك الثامن فعشان هيك الامور شوي بيكون فيها اخف ضغط وممكن يكون فيها نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه هو روتيني ولكن في ساعات الصباح دير بالك بس من المشاحنات والامور بتكون جيدة وتقدر تسيطر على الوضع بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثاني برضو نفس الشيء يعني روتيني ولكن في منك رح يحصل على بعض الاموال نوع من انواع الدعم وفي منك رح تكثر عنده المصاريف او المطالبات المالية كل هذا برضو في فترة من الصباح للظهر اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والتنقلات وحتى التواصل مع اشخاص يعني بقدر تفرض رأيك وتناقش بسهولة واللي عنده امتحان برضو بنجز بشكل جيد وبرضو للتسويق ممتاز اما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط على مستوى البيت ممكن تراكمات او اعباء او اعطال تحتاج اهتمامك او التزامات كثيرة على مستوى البيت اما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العاطفة ولكن برضو من ساعات الصباح بتكون الاجواء افضل لانه يبل ساعات الصباح ممكن يكون فيه نوع من انواع الحدية اما بالنسبة لبيتك السادس فهو جيد على مستوى العمل بدعمك وبقارب بوجهات النظر ما بينك وبين زملائك بالعمل وممكن تنجز بعض العمال بمساعدتهم اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكي بدعمك بقوة وممكن يعمل نوع من انواع تقارب ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا والبيت التاسع كما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف الامور الجيدة وابتدعمك بقوة وممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب مع اشخاص خارج البلاد اتصال معهم او تفقدهم او اتمنان عليهم او الاهتمام في امور علمية او بلغة جديدة او نقاشات الى علاقة بالدين والسياسي والفلسفي اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فهو روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة لبيتك 11 ممكن يعمل نوع من انواع الخلاف او الصدامات ما بينك وبين صديق فهذا يعمل شوي تباعد ما بينكم او يعمل فجوة او مناقشة حادي او ممكن يعني انت تحمل على نفسك او تستاء من تصرفاته في منكم ممكن ينزعج على صحة احد الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه ضاغط فعشان هيك بنقولك حاول انك تراقب امورك الغذائية بشكل جيد حاول تنجز العمل الضرورية حاول تاخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق حالك كثير يعني الاجواء فيها نوع من انواع السلبية وخصوصا هذا بيت المتاعب بدك تدير بالك برج القوس رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة حتى ساعات الصباح بصير اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعامل او تعاون مع طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم او شراكاتكم خلال هذا اليوم شراك المالية والعاطفية يعني القمر رح يتنقل ما بين بيتك السادس وبيتك السابع والارجح انه البيتين رح يكون فيهن نوع من انواع الايجابية بدعملك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الاول فنفسيتك اليوم احسن ومرتاح وفي عندك ثقة عالية بنفسك وممكن انه اليوم تنجز كثير من المهام اما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني ما فيه اي شيء لايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثالث مضغوط نفسيا زي يوم امس ممكن شوي يكون فيه حدية بالطباع عندك وممكن تتسرع في الحكم او اصدار القرارات خلال هذا النهار بدك تمسك عصابك قدر الامكان وما فيه داعي للمجازفات او للمغامرات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف فيه ضغط برضو على مستوى البيت فعشان هيك ممكن تكثر عليك الاعباب او المسئوليات او الاهتمام بمشاكل عائلية او بعض الاعطال المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو برضو روتيني ما فيه شيء لايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك السادس فهو ايجابي والسابع ايجابي مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور فيها نوع من انواع ضغط برضو والمسئوليات او الالتزامات او الفوتير او الحسابات المالية فكلها فيها انواع من انواع الضغط حاول ان تقلل من مشترياتك اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن بعضكو يحصل على نوع من انواع الدعم بيجيهم من الخارج وفيه منكو رح يهتم بمسائل الى علاقة بالاوراق القانونية او اوراق الى علاقة بالقضاء وفيه منكو اللي عنده امتحان او عنده مناقشة اليوم بكون ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بدعمكو على مستوى السمعة سمعتكم في امان ما فيه اي شيء بخوف وممكن تنجز بعض الاعمال بالاتفاق او بالتواصل مع زميل او مع رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط فعشان هيك ممكن انك تحتد بسبب علاقة او بسبب صديق او بتصرف منهم ممكن هذا الاشي عصبك او يخليك توصل لمرحلة انه ما تتحمل فانت تواجهه وتنفس عن غضبك وممكن تسمع خبر مزعج بتعلق فيهم اما بالنسبة لبيت متاعبك ففيه ضغط فعشان هيك اليوم نقول لك بدك تدير بالك على صحتك حاول تنجز الاعمال الضرورية وحاول تاخذ قصد كافي من الراحة وراقب صحتك اهم شيء مرج الجديه بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني في ساعات الصباح ورغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدول غذائكم وخذوا قصد كافي من الراحة القمر راح يتنقل ما بين بيتك الخامس بيت العاطفي وبيتك السادس بيت العمل والصحة فحاول انك انت تنتبه لنقطتين هذولا وخصوصا عند انتقاله للبيت السادس بيصير فيه نوع من انواع الضغط الصحي او يعني بعض التعب والارهاق اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه الامور تقريبا روتينية بتكون خلال هذا النهار يعني ما بتأثر عليك لا ايجابي ولا سلبي فنفسيتك على طبيعة تكوينك اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور ضاغطة على المستوى البيت الثاني في منكو ممكن انه يتكلف بمصاريف زيادة او يكون عنده بعض الالتزامات او بعض الحسابات او المشتريات باهم شيء انها ما تكون يعني مشتريات غير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والتواصل والاقناع وسرعة البديهة يعني عندك نشاط عالي جدا خلال هذا اليوم فممكن ان تتحقق كثير من الاشياء الايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على المستوى البيت الرابع بالعكس يعني ممكن انه يعمل نوع من انواع تقارب ما بينك وبين افراد العائلة وممكن يكون اليوم في انجازات لبعض المهام او بعض المتطلبات العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس والسادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فهو يعني شوي بدعمك على مستوى الشراكة بتكون الامور شيئا ما مش روتينية ايجابية فهذا بساعد كثير بحل كثير من الامور والتقارب ما بينك وبين شركاك اما بالنسبة للبيت الثامن فشوي روتيني ما بدنا نحكي سلبي ولكن في ساعات الصباح ممكن يكون في بعض الالتزامات او المطالبات المالية او اوراق قانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد بدعمك في قوة على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد ومنها بتعمل نوع من انواع التقارب مع بعض الاصدقاء او ممكن على جهة قانونية اتصالات مع جهة قانونية اوراق قانونية او امور الها علاقة بالامور التجارية اما بالنسبة للبيت العاشر فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيتك 11 فبيعمل نوع من انواع ردات الفعل العصبية اللي ممكن تكون ناجي عن تصرف احد الاصدقاء اللي ممكن يستثيرك او يعصبك او ممكن تقلق بشأنه اما بالنسبة لبيت المتاعب فمع بيتك السادس لانهم متقابلات فمنقولك دير بالك على صحتك حاول تنجز الاعمال الضرورية رغم انه ما فيه خطر في بيت المتاعب ولكن بنقولك انه حاول تحتاط انت صحيا وعمليا وفيه منكو اليوم بحاول انه يراقب اما برنامج غذائي او يبدأ فيه شيء العلاقة بالمكملات الغذائية برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليف بدعم تصوراتك خلال هذا النهار يعني القمر رح يتنقل ما بين بيتك الرابع وبيتك الخامس فيه لغاية ساعات الصباح في الرابع وبعدين بنتقل على البيت الخامس اجمالا الوضع رح يكون ايجابي اما بالنسبة للبيت الاول فالضغوطات اللي كنت حاسس فيها لغاية ساعات الصباح بتبلش تتلاشى شوي شوي وبتنشحن بطاقة ايجابية وبالعكس بكون عندك ثقة بالنفس عالية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه شوي الوضع المالي بيكون في بعض الالتزامات وبعض المصاريف اللي ممكن منها يكون عبئ او زيادة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وعلى مستوى الترويج حتى لسلعة معينة يعني بنفع على مستوى التجارة وبرضو على مستوى التواصل مع اخ او التقارب على مسألة معينة مع جار اما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السادس ضاغت جدا على مستوى العمل فعشان هيك يبدأ تدير بالك من تراكم بعض الاعمال عندك او بعض الكساد في شيء معين الى علاقة بالعمل او شيء مرهق بالنسبة لا اليك ومنكم بده ينتبه على وضعه الصحي اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فهو روتيني بالنسبة للبيت الثامن جيد فممكن تحصل على نوع من انواع الدعم يكون منه مساعدة او دعم او نوع من انواع يعني اشياء قانونية او من جهات حكومية يجي لك نوع من انواع التأمين او مستردات مالية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او اوراق قانونية او مؤسسات تعليمية وفي منكم ممكن يجي نوع من انواع الدعم الخارجي اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فانا شايف انه روتيني ما فيه اي شيء بخوف خلال هذا النهار يعني بتتعامل على حسب طبيعتك حاول انك انت ما تشوه سمعتك بس اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بتضاغط على مستوى العلاقات والاصدقاء وممكن هذا يسبب لك نوع من انواع النفور او العصبية او الحدية اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء او مع صديق معين او ممكن تسمع خبر بتعلق في صديق او معرفة شوي يزعجك اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو ضاغط فعشان ايكم نقول لك حاول تنجز الاعمال الضرورية وحاول تاخذ قصد كافي من الراحة راقب غذائك وراحتك بشكل جيد وفي منكم ممكن يقلق على صحة احد الاحبة برج الحوت طبعا لغاية ساعات الصباح بظل النشاط على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات ويوم بكون الوقت مناسب للتحركات والتنقلات او التعامل مع اخ اوجر اما من ساعات الصباح بكون بوسعك وادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية اهم اشي انه ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك اما بالنسبة لبيت الاول فانا شايف انه يعني شوي الامور بتكون جيدة لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تحتد وتعصب حاول تمسك عصابك ما في داعي للعصبية اما بالنسبة لبيت الثاني فهو بعطي نوع من انواع الالتزامات او الدفعات او بعض المشتريات او الالتزامات المالية اللي منها بكون مربك ومنها بكون ضغط عليك حاول انك تقلل من المشتريات الغير ضرورية اما بالنسبة لبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناها في بداية التوقعات حاول برضو تحذر من الخلافات العائلية اما بالنسبة لبيت الخامس فهو ضاغط على مستوى العاطفي برضو فعشان هيك بدك تنتبه من الحدية اثناء التعامل مع الحبيب خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت السادس فهو جيد تقدر تنجز بعض الاعمال المهمة عندك اليوم ولكن بدك تنتبه على وضعك الصحي اما بالنسبة لبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية وممكن اليوم فيه نوع من انواع المصالحة او التقارب ما بينك وبين الشريك او حل مسألة معينة بتكون معقدة اما بالنسبة لبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة لبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او امور اللي بتتعلق ببعض الاوراق القانونية او معاملات سفر او اشياء لها علاقة بامتحانات او مناقشات كلها هاي بتكون ايجابية اما بالنسبة لبيت العاشر بيت السمعة فانا شايف انه ايجابي بدعمك بقوة وممكن اليوم تحافظ على سمعتك وعلى انجازاتك وممكن تنجز بعض الاعمال بالمساعدة ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط بقوة فممكن اليوم تتوتر علاقة صداقة او تسمع خبر يزعجك ما بينك وبين صديق او تسمع خبر عن صديق شوي هيك امر مزعج اما بالنسبة لبيت المتاعبك برضو في نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقول لك حاول انك ما ترهق حالك كثير انجز الاعمال الضرورية وحاول اتراقب غذائك وتأخذ قسط كافي من الراحة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء